معنا من واشنطن نائب وزير الدفاع الأمريكية السابق مارك كيميث سيد مارك أهلا بكم معنا في سكاي نيوز عربية إلى أين يمكن أن تصل الولايات المتحدة في ردها إذا ما استمرت الضربات على مواقعها في منطقة الشرق الأوسط خاصة في سوريا والعراق من قبل الجماعات الموالية لإيران أود فقط أن أوضح شيئا وهو أن المشاهدين عليهم أن يفهموا بأنه ليس هناك أي قاعدة أمريكية في العراق كل القواعد في العراق هي قواعد عراقية فيها قوات أمريكية والعديد من تلك القواعد هي صغيرة جدا ولكن أعتقد أن ما نراه من الولايات المتحدة هو أظن رد يكبر يوما بعد يوم على تلك الهجمات طبعا العديد قالوا بأننا ربما لنفعل ما يكفي كمقاربة لمواجهة تلك الهجمات التي من الأربعين أو أكثر من أربعين هجوما ضد قواعدنا في سوريا ولكن عليهم أن يفهموا بأننا ببطء سنزيد الهجمات لأعلى مستوى ضد أي معدات وحتى ضد قواتهم إذا استمروا في ذلك إذن هذا تحذير ربما لطيف لهم لثقة المجموعات إذا استمررتم في هذا الأمر فإننا سنصعد الضغط عليكم وعلى قواتكم نعم ولكن هذا لم يمنع سيد مارك استمرار الهجوم على القوات الأمريكية في المنطقة نعم ولكن لا أحد من القوات الأمريكية قد قتل نحن طبعا نراقب عن كثب وبحذر فمثلا لو أن أمريكيا أو جنديا أو دبلوماسيا قتل فهذا سيؤدي إلى محتوى مختلف تماما عن المحتوى اليوم نعم هذا هو خط الاشتباك أو هذا هو الخط الأحمر إذا تعدته هذه الجماعات فإن دائرة الحرب ستتسع سيد كميث وإلى أي مدى يمكن أن تتسع دائرة هذه الحرب إذا ما قتل جنود أمريكيون بهذه الضربات من قبل الجماعات الموالية لإيران قبل كل شيء أعتقد بأنه من المهم أن نفهم بأنه فيما يخص إسرائيل وغزة فذلك الخط قد وضع في العاشر من أكتوبر حين قال الرئيس بايدن لأي مجموعة أو دولة أو أي مثلا من اللاعبين إذا أرادوا أن يوسعوا هذا القتال لا لا تفعلوا هذا قال لا مرتين وأوضح تماما هذا الأمر ونأمل طبعا بأن نصر الله بأما أنه لم يهاجم إسرائيل لأنه أدرك ربما ما سيحدث ليس لقواته ولكن له شخصيا ولكن أود قول شيء هنا وهو أن ما يحدث في العراق ليس له بالطبع ليس له أي علاقة بما يحدث بين إسرائيل وغزة فالجماعات الموالية لإيران يمكن أن تحاول ربط الأمرين ولكن الولايات المتحدة موجودة في العراق بدعوة من العراقيين وما نفعله في العراق ليس مرتبطا بالنزاع بين إسرائيل وغزة رغم أن البعض يحاولون جرنا إلى النزاع ولكن الولايات المتحدة ستكون حكيمة وستكون ذكية ولن يتم جرنا إلى ذلك النزاع حتى ولو بعض الميليشيات أردت فعل ذلك نعم طيب هذه الضربات الأمريكية التي تستهدف الأهداف للجماعات الموالية لإيران على ما تركز هذه الضربات الأمريكية برأيك وفق مراقبتك للأخبار المتعلقة بهذه الغارات الأمريكية على ما تركز كما رأينا في الضربة الأولى قبل أسبوع ونصف تقريبا فإنها كانت تضرب مخاز ربما تكون فارغة وربما فيها عدد من المعدات وغيرها وطبعا هذه رسالة أنكم إذا استمرتم في هذا الأمر فسنزيد الضربات الضربات التي رأيناها وقامت بها المتحدة في الأيام الأخيرة كان لديها أو كلفت العدو أكثر فيما يخص الموظفين والعاملين في الحرس الثوري الإيراني ومعداتهم الولايات المتحدة ستستمر في سياستها لزيادة الاستهداف وأيضا الهجمات تدريجيا حتى يعلموا بأنهم لو استمروا في القتال فسيرد عليهم بقوة كبيرة نعم طيب ولكن هل في تقديرك سيد كيمت الولايات المتحدة من مصلحتها أيضا أن لا تتسع دائرة هذه الحرب فما هي توقعاتك هل ستتسع الحرب في غزة إلى حرب إقليمية تضم دول أخرى في المنطقة هم هذا مستبعد ليس هناك أي شيء مستبعد ولكن أعتقد أن فرص حدوث ذلك هي أقل من حدوث عدم حدوث ذلك فعلينا دائما أن نستعد لما يقال أحداث وحسابات خاطئة أو أي قراءة خاطئة للوضع ربما سيكون هناك مثلا مجموعات مستقلة يمكن أن تجر الأمريكيين إلى القتال ولكن كما ترون مع ما يفعله الأمريكيون فإنهم كما قلت هم تدريجيون وأذكياء جدا فرد وأيضا لدينا قوات موضوعة في المنطقة ولو أي شخص مثلا ارتكب خطأا جسيما وحاول جعل النزاع إقليميا فمع أصدقائنا وحلفائنا ليس فقط الإسرائيليين ولكن أيضا الدول الأخرى التي ستجر إلى هذا النزاع ستحمى نعم طيب ولكن سيد كيميت هل إذا تم جر الولايات المتحدة كما ذكرت إلى الرد أو إلى مواجهة أكبر هل الرد سيقتصر على وكلاء إيران في المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن ربما أم سيذهب إلى إيران نفسها الرد الأمريكي سيكون على إيران نفسها لا أستطيع التخمين في هذا الأمر ولكن إذا نظرنا إلى طبعا العمليات التدريجيا فأعتقد أن الأهداف تبقى دائما الوكلات أو وكلاء إيران ومسشاري الحارس الثوري الإيراني خارج إيران ولكن القرار في أيدي إيران إذا أرادت إيران الدخول في حرب إقليمية شاملة ولتدخل الدول الأخرى طبعا مع حلفاء الولايات المتحدة فأظن أن الولايات المتحدة وحلفاءها قادرون على وقف إيران وعدم جر الجميع إلى حرب إقليمية جنرال مارك كيميت شكرا جزيلا لكم أنتم نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق كنتم معنا من واشنطن العاصمة